نبدأ معكم جولاتنا وتغطياتنا لليوم مشاهديننا إلى المدينة المنورة يجسد متحف أبو بكر العمود الحياة الاجتماعية قديما في المملكة ويحتوي هذا المتحف على أقسام متنوعة وعدد كبير من المقتنيات ذات القيمة التاريخية والتراثية هذا الجمال كله وهذه التفاصيل كافة بنعرفها مع الزميل سعد السناني أمسي عليك بالخير زميلي سعد زميلي سعد مساك الله بالخير نحن على الهواء مباشرة لو تعرفنا مع المشاهدين على هذا المتحف وما يحتوي من مقتنيات أثرية وتراثية سعد عهد وكافة مشاهدي القناة السعودية طبعا عهد نتواجد في متحف أبو بكر العمودي هذا المتحف يجسد الحياة الاجتماعية في المدينة المنورة وهذا المتحف أيضا يضم العديد من المقتنيات وأيضا يذكرنا بحياة الآباء والأجداد وكيف كانت المملكة العربية السعودية قديما من هذه المقتنيات الموجودة من النماذج الموجودة في هذا المتحف الجميل طبعا من الأدوات التي كانت تستخدم في هذا المتحف المتحف هذا طبعا يهدف لإثراء تجربة الزائر حينما يزور إلى المدينة المنورة يجد هذه الأماكن التي تحكي عن تاريخنا وعن تراثنا وعن الأشياء الجميلة حقيقة في هذا المتحف المتحف حقيقة يضم العديد من الأقسام حقيقة التي تتكلم عن تاريخنا وتتكلم عن عاداتنا وتتكلم عن تقاليدنا وعن المهن التي كانت موجودة قديما في المملكة العربية السعودية نريد أن نتحدث أكثر عن هذا المتحف في سعودنا أن ينضم معنا المشرف العام على هذا المتحف الأستاذ سالم سالمين أو سامي سالمين ساد سامي في البداية مساء الخير لو تحدثنا عن فكرة هذا المتحف وأهداف هذا المتحف مساء نور ساد سعد حياكم الله نورتونا وشرفتونا وكل عام أنتم بخير طبعا فرع الثاني الفرع الأول والرئيسي هو فرع مكة المكرمة هذا فرع المدينة فتح بداية هذا العام المتحف يتكلم على التراث السعودي لمعرفة الزائر كيف كنا نعيش الزائر ومنها الجيل ومنها أجيال كيف كنا نعيش وكيف أبانا كانوا يعيشوا أجدادنا وإلى أي حد وصلنا بالتطور جميل يعني ما شاء الله تبارك الله المتحف له تقريبا سنة كاملة في المدينة المنورة يعني حدثنا عن أقسام ومحتويات هذا المتحف وش الأشياء الثمينة في هذا المتحف المتحف فيه له على عديد من الأقسام فيه عندك قسم الأسلحة والرماح والسيوف وعندك أيضا من الحرفة اليدوية موجودة فيه عندك حرفة النجار حرفة الحداد حرفة الصائغ أيضا وفيه عندنا قسم من قسم التعليم التعليم الخاص وعندنا الكتاتيب أيضا والعديد من الأقسام عندنا ما شاء الله شوف المتحف ما شاء الله يضم العديد من الأقسام كيف تشوف يعني الزائر حينما يزور إلى هذا المتحف سواء من داخل المملكة أو من خارج المملكة كيف يشوف إرثنا وتراثنا بهذا الشكل الجميل كيف انطباعاتهم وكيف يعني أراءهم حينما يشاهدوا كيف كانوا الأباء والأجداد في المملكة العربية السعودية هم بالأكيد أنه بيشوفوا شيء بيتعجب أنه كيف كانوا يعيشوا وكيف وصلوا إلى هذه الدرجة في التطور بس وتتعجب الموضوع يعني لأنه زي ما تعادل باختلاف الثقافات لا أكثر على الأقل الساد سامي سالمين وأنت المشرف العام على هذا المتحف شكرا لك عفوا لك حياكم الله ونورتونا إذن عهد مثل هذه المتاحف حقيقة التي تضم العديد من الوقتنايات يعني مثلا لو تشاهد عهد تشاهدي مثلا دكان كيف كانوا زمان قديما مثل دكان الحارة كنا يعني قديما ما أدري أننا منلحقنا على هذا الجيل أو لا لكن ربما لأجيال السابقة كان مسماء الدكان كان يطلق على دكان الحارة الفكرة كان البائع موجود في هذا الدكان كان يعني كنا أطفال كنا نجي لهذا المكان وكانوا يعني أباءنا وأجدادنا كانوا يجيوا يتبضعوا من هذا المكان أيضا كان طريقة الفوال كيف كان الفوال قديما في المملكة السعودية خاصة في المدينة المنورة ومكة المكرمة كان عندنا الفول منتشر قديما وكان حقيقة له طعم خاص أثناء الإفطار وأثناء أيضا في رمضان كنا نتوجه لهذا الفوال نأخذ من الفوال أيضا موجودة المقتنيات الجميلة في هذا المتحف موجودة حقيقة العديد من الحراف العديد من المهن مهنة مثلا الصائغ أيضا حتى موجودة مثلا قديما جسدوا لنا من خلال هذا المتحف جسدوا لنا الكتاتيب كانوا قديما قبل ما تبدأ الكتب كانوا على الواح يكتبون ويتعلمون على الواح كانوا يكتب بشكل جميل أيضا بمناسبة عودة الدراسة غدا حتى جسدوا لنا القاعة الدراسية جسدوا لنا كيف كانوا الأبناء يجلسون في القاعة الدراسية حتى اللواح الموجودة حتى الكتب القديمة التي كنا نتعلم منها بشكل جميل بشكل يعني أعادونا للماضي وأعادوا أبنائنا حتى أبنائنا شاهدوا كيف كانوا الأباء يتعلمون كيف كانوا الأجداد أيام الكتاتيب كيف كانوا يدرسوا بطريقة جميلة بطريقة احترافية حتى أن هذا المتحف حقيقة يستهدف أهالي المدينة المنورة وأيضا يستهدف زوار المدينة المنورة لإثراء تجربتهم لمشاهدة هذا الإرث التاريخي أيضا يستهدف أيضا لطلاب المدارس حتى طلاب المدارس يستطيعوا أن يزوروا مثل هذه المتاحف للإطلاع على ما كان عليه الأباء وما كان عليه الأجداد من الإرث التاريخي من الأدوات التي كانت تستخدم حتى النماذج الموجودة في هذا المتحف من مرزاب الكعبة وأيضا من الستارة كلها نماذج جسدها أبو بكر حقيقة بهذا المتحف الجميل جعل كل من يزور المتحف يعيش ويتعايش يعني كيف كنا وكيف كان الماضي حتى أن المقتنيات الموجودة يعني لم يغفل عن الأدوات التي كانت تستخدمها مثل كانت وصيلة النقل الإبل قديما كانت هي وصيلة النقل التي كانت تستخدم في المملكة العربية السعودية كانت الوسيلة الرئيسية أساسا أيضا جسد لنا بعض المجالس التي كانت موجودة كيف كان الأباء والأجداد يجلسوا بهذه المجالس الجميلة التاريخية التراثية حقيقة استطعنا من هذا المتحف أو استطاع أبو بكر سالم من خلال هذا المتحف تجسيد العديد من المتاحف وتجسيد العديد من الأعمال الجميلة هذا كل ما لدي أعود إليكم أتفق معاك يا سعد فعلا ما في أجمل من هذه الأماكن اللي نستشعر فيها قيمة ماضينا الغني والعريق أيضا شكرا على كل ما استعرضت في هذه التغطية شكرا لأصحاب هذا المتحف ونبارك لهم الافتتاح الثاني في المدينة المنور شكرا لضيفك الكريم اللي قدم لنا هذه التفاصيل يعطيكم الفعافي